طيب الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية الآن كثير من المقالات التي تكتب من باحثين وتكتب من متخصصين هنا ريكي سينجرز دينيس روز كلهم يطالبوا بإعادة الاعتبار لأمريكا وإعادة الاعتبار أمام الحلفاء وأمام الأعداء كيف قرأت هذا المشهد وأنت هناك؟ أنا في قراءة أمريكا أخي طارق أنا أطارق أمريكا يعني تعاني من أزمات خليني أخذ الجانب التحليلي شوي أنا أقرأت ما قاله كيسينجر والكل يتحدث عن إعادة الاعتبار لكن إعادة الاعتبار لماذا على وجه التحديد؟ أعتقد أن التجربة نفسها محتاجة مراجعة كبيرة من الجانب الأمريكي وأخشى حتى الآن لا يوجد حديث جاد عن المراجعة يعني يبدو المسألة كما لو كانت يعني مسألة خاصة بهيئة الأركان الأمريكية وعدم كفاءتها في هذا المشهد دون أن يقال لا نعرف الإمكانيات الأخرى يعني فجأة بنتحدث عن مطار واحد يجري فيه عملية إجلاق كسيفة وكبيرة ورغم أننا نعرف ذلك منذ شهر فبراير الماضي لكن الكلام الجدي كما يقال لم يبدأ إلا خلال الشهر الأخير مما خلق حالة تكدس واستهداف لكن أنا رأي أن الولايات المتحدة مصابة بأمور أخرى الولايات المتحدة مصابة بعملية انقسام سياسي شديد جدا يرتب شللا كبيرا في العملية السياسية داخل الولايات المتحدة هناك أزمة الديمقراطية الأمريكية لأن الأزمة الديمقراطية في تصور أن هناك حلا مثاليا لجميع المشاكل العالمية تتمثل في الانتخابات ثم بالطريقة الديمقراطية العادية الحقيقة أن النظام الديمقراطي يؤدي في كثير من الأحيان هم ذات يتهم الحكومة الأفغانية في الفساد المتصور أن الديمقراطية تأتي بأناس وزو كفاءة ويتمتعون بقدر كبير من النزاهة